مساء الخير أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من الماتش فصل جديد من قضية الشحات والشيبي وإلى أين ننتهي متقب مصر الأول لقرة القدم يواصل تدريبات استعدادة لمباراة بوركينا فاسو الخميس القادم على السادة القاهرة تحت قيادة فنية لحسام حسن وجماهير مصر تلبي النداء ونفاذ التفع الأولى من التذاكر بعد طرحها في الأسواق أخبار منتخبنا أخبار قضية الشيبي وإشحات معنا حاجات كتيرة جداً النهاردة بالتفصيل حتكون في حلقتنا من الماتش حيكون ضيفة أيضاً في الجزء الثاني من حلقتنا النهاردة العميد محمد بسيوني رئيس مجلس دارة نادي المنصورة حركة شوية على الأندية الجماهرية خلال هذه الفترة إزاي نرجع الأندية الجماهرية مرة تانية لسابق عهدها إزاي يلاقي المنصورة ألاقي غزل المحلة ألاقي طنطة ألاقي ضمنهور ألاقي الحمام ألاقي الرجاء ألاقي الشرقية ألاقي ضمياط ألاقي الإنى وسهاج كل المحافظات والأندية الكبيرة إزاي ترجع مرة تانية إزاي يلاقي الجماهير زي ما شفنا جمهورية شبين في المدرجات بتغني وبتفرح دي حتكون قضيتنا على خلال أو على مدار الحلقات القادمة بإذن الله تعالى لكن معنا أخبار النهاردة وتفاصيل كتيرة جدا وأيضا المركاتو اللي حيكون موجود فيه الأهلي وأيضا فيه الزمالك وأخبار كثيرة جدا من مختلف الأندية سواء في الدور الممتاز أو القسمين الثاني والثالث ده كل حيكون معنا لكن بعد الفاصل